السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ أمين عبد الحسين الدريق. هنتعرف اليوم إن شاء الله على كيفية التقديم وكل ما يخص مبادرة أشبال مصر الرقمية وبراعم مصر الرقمية. كيف أن أجدم؟ طيب أنا لم ألحبت أجدم أو يجيبني في المدرسة أو ينفع أن أجدم لروحي بغير المدرسة؟ طيب إيه الشغل اللي هيشتغلوه؟ إيه المنهج؟ إيه التدريبات اللي هيخدها؟ إيه المحاضرات؟ طيب الحضور هيكون أونلاين أو مباشر؟ كل اللي هتعب تعرفه؟ يلا بينا نشوف هنتعرف إزاي؟ بالإضافة إلى هنأخذ كمان عندي دور المنسق بتاع المدرسة ودور منسق الإدارة. طبعا هنا أول حاجة إن المبادرة ديت ما بين وزارة الاتصالات التكنولوجي المعلومات ووزارة التربية والتعليم دعم فيهم. هنا أول حاجة البرنامج بتاع الأشبال. هنكلم على الأشبال الأول. الأشبال ديت اللي هي المرحلة الإعدادية. أولى وثالثة أعدادية. طيب هل آآ الثانوي من حاجهم؟ آآ الثانوي ممكن يدخل أولى تانية سانوي؟ آآ ممكن يدخله في أكتوبر. البرنامج بتاع أكتوبر. البرنامج بتاع الأشبال هيبدأ من يونيو إلى سبتمبر عشرين واربعة وعشرين. في برنامج هيوبة في شهر أكتوبر للطلبة اللي ترغب في النهاية انظامه. تمام؟ نفس الشروط بتاعة المبادرة اللي حصلت المرة اللي فاتت أو اللي هي كانت المبادرة الاستثنائية اللي حصلت لأشبال مصر رقمي. طيب قلنا بالنسبة للاول السنوي والتاني السنوي دولي ممكن ان هما يجدموا في أشبال اكتوبر. شهر اكتوبر ممكن ان هما لو حابين يشغلوا فيها يشتغلوا. طيب ايه هي البيانات بتاعة المدارس؟ طبعا المفروض ان هو آآ فيه في المدارس ملف اكسل. شيت اكسل وشيت وورد. المفروض ان هو هيدم الملء بتاعه. مع مربعات اهم حاجاتي في النقاط. انا لما هختار الطالب هختار الطالب ايه؟ طبعا لازم الطالب بيكون باخد منه البيانات بس سامحة لازم يكون الدرجات بتاعته آآ من الطلبة المتفوقين. الحد الادنى يكون تسعين في المية. يعني لازم يكون طالبة طبعا من اللي هي الاوائل. حساب الترميم مع بعض وليس الدرجات الترم واحد. الدرجة بتكون الحساب من مية وليس من اربعين او ستين يعني على الدرجة الكلية. الدرجة المطلوبة اللي مادة العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية. عشان يقدر ان هو يتعامل مع ايه كل ما يخص المبادر. طبعا واحنا بنسجل بناخد الرقم القومي اللي هو قومنا 14 بالاضافة للصور منه زي ما هنتكلم دلوقتي. كود المبادر المدرسة رقم تليفون ولي الامر. الدرجات بتاع الطالب ديات ايه لازم ان احنا بالراعي الحادة دي كلها. التسجيل للطالب بيكون في برنامج واحد فقط اما برنامج الصيف اللي هو يونيو اما برنامج اكتوبر. اي واحد الاثنين حسب ما هو عاوز. طبعا غير مسموح بالتسجيل الطالبة بتاع الدفعة الاسثنية اللي هما سجلوا السنة اللي فاتت لان هما اللي هينجح فيها بيتم تدخيتهم البشر. المبادرتين متاحين لكل المدارس سوى الحكومة او الخاصة او التجريبة او الق القومية او لغات او الدولية. كله بلا استثناء متاح لي. طيب ده بالنسبة لي مبادرة الاشباب. مبادرة البراعن طبعا فيه برضو برنامج صيفي اللي هو من يونيو الى سبتمبر. وفيه برضو برنامج بتاع شهر اكتوبر. اللي يرغب في ده او ده حسب ما هو عاوز. الفئة المستهدفة في البراعن بتكون الصف الرابع والخامس والسادس. الناس اللي متسجيين على الصف الرابع او الخامس او السادس. مش اللي لسه هتسجل. لا متسجل فعليا لان المفروض ان انا هشوف اللي هي الدرجات بتاعته في العلوم والرياضة والانجليز زي ما احنا قلنا. فلازم ده يكون حاصل فعلا فيه السنة اللي هو موجود فيها. طيب. هنا طبعا بنشوف ايه الدرجات بتاعته. بنشوف البيانات اللي احنا عاوزينها. قلنا مع مراعات البيانات اللي احنا قلناها قبل كده. طيب. بعد كده المفروض ان التوجيه سواء التوجيه الحاسب الالي او مركز التطوير التكنولوجي. بيكون باعة شيت للمدارس ان هي بتبدأ تاخده عشان تملاه. الشيت بتاع المدرسة المفروض بيحتوي على الورق. طبعا بعد استفاء البيانات ديت. ايه هي البيانات باجا المفروض ان هو متاح? طبعا اه التوجيه سواء كان الحاسب الالي او مركز التطوير بيبعث مجلدات سواء كان البرنامج الصيفي لأشبال او البرنامج بتاع شهر اكتوبر لأشبال ونفس الحكاية برضو مجلد لبراعم الصيفي او براعم شهر اكتوبر. طيب. ايه المطلوب باجا? عشان نسجل الطالب في المبادرة. سواء البرنامج او الاشبال. طبعا اسم المدرسة اللي هو اسجل. علموم مدرسة. اسم الطالب. الرقم القومي. الصف الدراسي اللي هو هيكون فيه البريد الالكتروني ويفضل البريد الالكتروني الموحد ويفضل ان هو يكون مفعل. يعني الطالب من حاج ان هو يفعل وهي سفاد كتير جدا فيه الكدمات. فيه خدمات رحيفة على قفص ثلتمائية خمسة و 실탐 type of that phone. تلبي نفونا الطالب. رقم تليفون الطالب ويفضل اللي يكون عليه الواقساب عشان يقدر يتوصل به. أنوان السكن، اسم ولي الأمر، الرقم القومي، البريد الإلكتروني طبعا بيكون برضو موجود معي اللي هي شهادة الميلاد بطاعة الطالب ده كله بيكون مخطوط صورة طبق الأصل وبيتم أخذ الحات ديت كلها صور سكانر بحيث ان هي تبدأ ينعمل على ملف PDF و ملف ورق طبعا المعلم بيأخذها، يفضل ان ولي الأمر يكون محضرها، ولي الأمر مش محضرها يبقى المعلم الحاسب آلي هو المسؤول عنها أو بمعنى أصح المنسق بتاع المدرسة هو المسؤول عن الحكاية دي طبعا هنا دور المنسق بتاع المدرسة استفاء ملف الـ Excel اللي هو البيانات اللي بتاعة الطالب كل هاته اللي احنا قلنا عليها من شوية بالإضافة ان هو هيأخذ الملف ده يتبعه كصورة بالإضافة ان هو هيعمل ملف PDF علشان يبدأ يوديه للمنسق بتاع الإدارة طبعا هنا بعد كده بعد ما بيسلم منسق الإدارة بيأخذ الملفات اللي هي ملفة الـ Excel وملفة PDF والصور ده كله بيرجع على الملفات الموجودة ويتأكد من تحولها ويتأكد البريد الإلكتروني مفعل وشغال بيبدأ يرفع الملفات الـ Excel وملفة PDF للتوجيه سواء كان توجيه الحاسب آلي المسؤول عن المبادرة أو توجيه التطوير التكنوليش طيب لو انا عاوز اسجل لابني من برق المدرسة المدرسة ما خادتش ابني او انا كنت مضطرب او كده طب ادخل ازاي واشوف الحياة اللي انت بتقول عليها ويالشرح المهم على الموضوع زي لحظاتكم شايفين كده انا دخلت اهوت على الرابط بتاع مبادرة براعم مصر الرقمية وهسيبوا لحظاتكم في الوصف او الـ description الاسفل للفيديو هنا اشارح جميع ما تحتاجه هنا طبعا صفحة رؤسية الحياة دي كلها المبادرات التسجيل ازاي انا اسجل واعمل ده كل الوسائط اللي عيبه مرفوعة الصور والفيديو وكل ده كله والذي بالك هسيب لكم برضه ان شاء الله فيديو تاني الاسئلة وبرده النمط بتاع الامتحان الكلام ده كله هنا طبعا ايدي بتكلم على البرنامج الصيفي اللي هو بتهاي يشتغل هنا مدة البرنامج ثلاث شهور بدء البرنامج في يونيو عشرين اربعة وعشرين النهاية في ستمبر المستوى التدريب الاول والثاني والثالث طبعا من الرابع الى السادس اللي هو الرابع وخمسة وستة ده طبعا البراعم مفتوحة لجميع المحافظات البراعم مفتوحة لجميع المحافظات طب ايه هي المميزات اللي هتعملها لي اها هنا المميزات بتاعتها هي طيب هنا طبعا خط بالحظات من حاجة احنا قلنا انه لازم يكون متفوق جهة تسعين في المائة فوق العلوم والانجيزي والرياضيات طب انا لو هجدم في المدرسة مش شرط اللي انا اجيب ديت لان بيان النجاح ده بكون المدرسة عاملية لكن لو انا هجدم بعيدة عن المدرسة دي الفرج الوحيد اللي هيتام هلازم اروح المدرسة وبقول لهم بعد ازنكم اعاوز اه لها زي النتيجة كده شهاد بيان نجاح للطالب عشان اقدر اجدم به قادق المستندات المطلوبة صورة من شهادة ميلاد التلميذ او التلميذة صورة الرقم القومي سارية الوجين لولي الامر صورة البطاجة يعني اصل الاقرار الاقرار هتضغط هنا عشان حضرتك اتحمله اه لو جان اضغطنا هنا كده بسا عشان نحمل الاقرار ادي الاقرار طبعا الاقرار ده حضرتك بتمضيه لو المدرسة هي اللي بتاخده منك انت بتجدم طبيعي في المدرسة فالمدرسة هنا طبعا صورة التلميذ اربعة وستة صورة ملونة خلفية بيضاء هذه البيانات هي بتاع التلميذ اللي بتمال فيها وذي الملب باخده المعلم برضو يدخله في الاقسل ان انت بتشوف على اللي هي الانلاين وهيتابعه وهيتم الحضور بتاعه عشان مش هتعرض لمخالفه وكل ده كله بعد جدب بيعمل هنا اسم ولي الامر والتوقيع والتاريخ كل ده كله بتسلم للمعلم بتاع الحاسب الالي او اللي هو المنسق بتاع المدرسة ده كله الحبة البسيطة دولة اللي هي صورة شهد الميلاد وصورة الرقم القومي والاقرار بس تل اللي انت بتسلمهم وطبعا بنختمهم المدرسة اللي بتعمل ده كله لو فرضل ان ابني او بنتي مش يدخلوا طبعا المدرسة المدرسة ما اخترتهم مش او انا ما كنتش واخد بالي من المسابجة وحابب بان انا اجدم او هنا بجا لو انا غير مرشع يعطب ممكن انا ابني مثلا في المعهد او كد اه اجدم عايد مفيش مشكلة بس هجدم على الانترنت طب هجدم اين مطلوب بجا؟ نفس البيانات لأ هيببوا فيه حاجات زيادة هنا صورة شهد الميلاد زي ما هنا كده بيان نجاح السنة الدراسية اللي هي لسه خلصانة طب ايه بيان النجاح دي بجا مش فاهموا اه اللي هو الشهادة عشان يقول ان العلوم والرياضة والانجليزي جايب فيهم كام تمام كده لازم يكون فيهم متفاوض خطاب قيد بالمدرسة السنة الحالية اه ده هي السنة اللي فاتت دية خطاب قيد بالسنة الحالية ان ابني لسه على رأس المدرسة ابني موجود في المدرسة السنية يعني مثلا اسالة التدائي هو موجود هنا في المدرسة التدائي طيب صورة الرقم القومي طبعا دية التدائي هي هنا الاقرار اللي احنا لسه محملينه وشوفنا من شوية طيب بعد كده هنا بيقول لي ادي خطة التنفيذ بتاع التدريب هتتم ازاي؟ ادي هنا محدلة ادي الجداولة هي هنا الجلسة بتوب بجا جستين مثلا هنا بداية التدريب عدد الساعات اربع ساعات طبعا على جلستين يعني كل جلسة ساعتين انا افتراضية واحد اتنين ازاعد واحد كانت اقول انا ادي الجدول بالكامل للاي الحال ديتاني طيب انا عاوز اسجن طبعا لو انت حضرتك بتجدم طبع المدرسة فالمدرسة هي الكفيرة ان هي بتسجلك عن طريق المنسق بتاع الادارة او المنسق المدرسة ايان كان اللي فيهم يسجل لكن لو حضرتك انت اللي هتسجن من البيت فهتضغط هنا على اضغط هنا التسجيل هيبدأ يفتح معايا استمار التسجيل الطلاق هنبدأ ان احنا ايه ادي النموزج هتبدأ ان انت تستغل عليه بقولي هنا ادي التعليمات بتاعت التسجيل لازم تجرأ التعليمات كويس جدا تمام بعد كده موافق على جميع التعليمات يعني انت موافق على جميع الشروط المطلوبة منك التالي هنا هو ادي بيانات التلميذة او التلميذة ادي باسم طبعا ادي النوع بتاعه زكرة او انسا ولاد ولا بنت الرقم القاومي للتلميذة طبعا ده موجود في صورة البطاغة شهات الميلاد البريد الالكتروني يفضل بالشرط يفضل اكون البريد الالكتروني الموحد وهسيب لحضراتكم في الوصف اسفل الفيديو طريق التفعيل البريد الالكتروني الموحد طبعا ده بيتملى الاعدادي بيتملى السنوي هو طريقة واحد ونفس الحكاية بيتملى المعلمين كمان رقم محمول للتلميذة طبعا يفضل ان يكون رقم موجود عليه واتس اب طبعا هنا مش شرط يعني هنا مش معمول عليها نجمة حمرة طبعا هنا نوع الترشيح ترشيح شخصي يعني بمعنى اصح الترشيح ده من قبل وليه الامر يعني من البيت ولا ترشيح مدرسة المدرسة هي المرشحة في طالب ده ولا ترشيح معهد تابع الازهر عشان فيه ناس بتقول لا اللي في الازهر مش ينفع هو التربعات تعني بس لاها موجود الوزارة هي متاح ان هو يتم من خلال المعاهد طيب الصف الدراسي هو في سنة ربعة اللي هو العام الحالي اللي احنا بنتكلم فيه سنة ربعة ولا خمسة ولا ستة تبدأ تختار قصة نوع المدرسة دي كل المدارس اللي موجودة في جمهورية مصر عبية متاح فيها المبادرة عادة حكومي قومي رسمي اللي هو التجريبي اه خاصة عربي ولا لغات ازهر يابانية النيل المدارس الدولي الرهيبان كل المدارسة ده اسم المدرسة اللي انت موجود فيها حاليا والحالية ديت لي عشان انت في ستة ابتداء وهتروح كل عدادة وبالتالي هنا اسم المدرسة بالكامل عنوان السكن طبعا الأهوات بقول لي رقم العقار اسم الشارع المنطقة المحافظة المحافظة اللي انت ايه هتسجر فيها طبعا بعد كده هنبدأ نضغط على التالي وهيبدأ يقول لي طب حمل بجاء الصور والاقرار هنبدأ ان احنا نعملوا لهم رفع عليه طيب بالنسبة لو احنا عاوزين نجدل فيه مبادرة البراعن طب مبادرة الأشبال نفس الطريقة هنا تكملة التسجيل ادي اسم ولية الامر باللغة العربية الرقم القاومي لولية الامر الرقم محمول لولية الامر البريد الالكتروني لولية الامر اخر خطة طبعا اللي هو بقول لي ارفق المستندات ايه هي المستندات اللي انا هرفقها اللي هي الحياة اللي عندها هوقت اللي هو طبعا زي ما احنا قلنا عليها اللي هي الصورة بتاعة شهادة الميلاد التلميذة او التنجيزة الاقرار صورة البطاقة الرقم القاومي لو في حالة ان انت باجه مجدم شخص بعيد عن المدرسة فهتزود اللي هي بيان النجاح للسنة الفاتت خطاب قيد المدرسة ان الطالب موجود على المدرسة طيب على ان يتم وضع كافة المرفقات في ملف واحد يعني ايه احنا احضرتك هتجيب صورة الشات الميلاد وصورة الرقم القاومي الوش والضهر وتحطهم في برنامج وورد وتحط برضو بيان النجاح لو انت خاف وتحط القيدة داخل الصور دي تكل صورة في صفحة وورد لروح وبعد كده تفتح لو انت على اوفيس 2016 او كده وتفتح تحفظ بصيغة البيدي اف يبقى كل دولي في ايه في ملف بيدي اف واحد تمام طبعين هتضغط هنا على اضافة ملف ايه ايه يظهر بالشكل ده كده وهتبق ان انت تضغط على اللي هو التصفح ديه عشان او تسحب الملف من على الكمبيتر وتروح سايبه هنا كده او من على الموبايل تسيب الملف بتاع البيدي اف هو هيبدأ يرفع الملف خلصت رفع الملف هتضغط على ارسال كده خلاص تم تسليم الايه الامر والمبادرة بالكامل طيب دي كنا بنتكلم على الموراعم طب لو احنا بنتكلم على الاشبال نفس الاكاة ونفس الوجهة هي وهنا برضو عاوزها تدخل بالعرب او البيدي جيسي وكان دي كله وهذه مدة الايه بس هنا الفرق بينها ان هنا طبعا من الصف الاول لا دا دي للتالي طيب بس هنا المحافظات في البروعن كانت جميع المحافظات متاحة اما في الاشبال فلا في محافظات معينة عشر وتسعتاشر محافظة بس المتاح لهم قاهرة والجهزة والجاليوبية واسكندرية والدجهالية وأسوان وأسولوتو دمياط بورسعيد وبنسويف والمينيا والمونوفية والفيوم والغربية والشارجية والبحيرة سوهاج قنة كفر الشيفر ادي المميزات بتاعت البرنامج المنهجية بتاعت التدريب عدد اتنين جلسة افتراضية في الاسبوع يعني اتنين من الانترنت واحدة تطبيقية كل اسبوعية يعني اتنين على الانترنت واحدة في المعامل حسب ما هيتام الاشتفاج وطبعا الجدول موجود وكل حياة موجودة هنا طبعا زي ما قلنا في البيانات ايه المخطوب؟ هو نفس البيانات بالضبط اصلا اقرار ولو انت هتقدم من البيت لروحك يبا هتجيب بيان نجاح في السنة اللي فاتت عشان اتجيب الدرجات وهي خطاب قيد طب هل انا بعد مجدم دا كله او المدرسة او بكون في امتحانات مبدئية وكلام دا كله هنا طبعا التسجيل دا كل دا في الاستمارة اللي احنا عرضناها مني شوية اللي هو الفورمز اللي احنا بنشتغل عليه بتاع جوجل فورمز هو وهنا التعليمات وبتأكد عن موافقة وبتبدأ ان انت هتكمل ايه التعليمات دي تتعلم طبعا اه من حد الهائة المنظمة لو حضرتك اتأخرت او ان ان انت ما بتتحضرش بصفة دورية او كده ان هي ترجع عليك ان هي تلغيلك التدريب ممكن ترجع عليك بمقابل مادي تقولك انت دا ربط مثلا مع انا كذا محاضرة وكيام دا كله وإلها تكلفة فيرجع عليك فالمفروض ان انا هدخل التدريب هلتزل بالتدريب عبارة عن فيه جزء برمجة فيه جزء ذكاء اصطناعي فيه جزء ازاي ان انت تعمل العاب وان انت تعمل برامجة فده تدريب مهم جدا مبادرة بغية الاهمية فيها اسئلة حلوة جدا فيها شغل جامد جدا التدريب صراحة بيكلف مبالغ كبيرة جدا لو انا هاخده مدفوع انت بتاخد الدورة دي كل هتها مجانية بالكام بالنسبة لي البراعم لما حضرتك بتخلص الكورس بتاع البراعم تدخل مباشرة على الكورس بتاع الاشباب هو بدخلك على طول اللي بينجح هنا بيدخل هنا عادي اتمنى اكون وفق فيه ان انا اجمعت كل ما يخص المبادرة وان شاء ان انا اسجل وان شاء ان اشتغل عليها ان شاء الله متظهروا بحاجات اخرى هنبدأ ان نعرض بعض الاسئلة والشغل اللي بيتامي داخل المبادرة شكرا احضرتكم اتمنى اذا عايز حاضرتكم الفيديو لا تنساش تعمل اعجاب واشتراك معنا في القناة شكرا احضرتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته